تكملت الكتاب القرارات السبيل إلى القوة إنني أعتقد من ناحيتي بأن قراراتنا وليست ظروف حياتنا هي ما يقرر مصيرنا أكثر من أي شيء أخر إننا نعرف أنا وأنت أن هناك من ولدوا وهم يتمتعون بامتيازات خاصة امتيازات جينية أو بيئية أو عائلية أو امتيازات علاقات خاصة غير إننا أنا وأنت نلتقي أو نقرأ أو نسمع عن أشخاص فجروا بالرغم من كل شيء كل الحدود التي تفرضها عليهم ظروفهم اتخاذ قرارات جديدة حول ما سيفعلونه بحياتهم لقد أصبحوا أمثلة للقوة اللامحدودة للروح البشرية تتغير حياتك حينما تتخذ قرارا مناسبا تلتزم به من كان يظن مثلا أن تصميم واقتناع رجل هادئ شديد التوضع محامي بحكم المهنة ويقرأ الحرب من ناحية المبدأ يمكن أن يصبح من القوة بحيث يطوح بمبراطورية هائلة الحل ولكن قرار المهات مغاندي الذي لا يقهر بتحرير الهند من الحكم البريطاني كان برميل البرود الذي حرك سلسلة الأحداث التي غيرت إلى الأبد موازين القوة في العالم ولم يدرك الناس كيف يمكن لغاندي أن يحقق أهدافه ولكنه لم يدرك مخرجا غير أن يتصرف بما يميليه عليه ضميره ببساطة لم يقبل أي إمكانية أخرى ثلاثة قرارات تتخذها في كل لحظة من حياتك تتحكم في مصيرات وهذه القرارات الثلاثة هي التي تقرر ما ستلاحظه وكيف تشعر وماذا ستفعل وفي المحطة الأخيرة ما الذي ستساهم به في حياتك ومن ستصبح فإن لم تسيطر على هذه القرارات الثلاثة فإنك في الواقع لن تتحكم في حياتك أما إذا سيطرت عليها فإنك ستبدأ طراز لتجربتك في الحياة والقرارات الثلاثة التي تسيطر على مصيرك هي 1. قراراتك حول ما ستركز عليه 2. قراراتك حول معنى الأشياء بنسبة لك 3. قراراتك حول ما التي ستفعله وتحقق النتائج التي تتخذها 3. قراراتك حول ما التي ستفعله وتحقق النتائج التي تتخذها 4. قد تشكلت حياة كل منهما على أساس ما يتعلم كل منهما أنه يجلب له المتعة وما يخلق له الألم فأهم درسنا تلقاه في حياتنا هو ما يخلق لنا الألم والمتعة وهذا الدرس الذي يختلف بالنسبة لكل مننا مما يؤدي إلى اختلاف سلوكنا 5. ثانيا أنظمة القناعات قوة الابتكار والإبداع 6. وقوة التدمير للقناعات قوة تؤدي إلى الإبداع أو التدمير 6. فلدى بني البشر القدرة على أخذ أي تجربة تمر في حياتهم 7. يجعلوا لها معنى يمكن أن ينشلهم أو معنى آخر ممكن ينقذ حياتهم 8. لا تقتصر القناعات على التأثير على عواطفنا وأفعالنا 9. فليمكنها أن تغير أكسامنا في غشون الحظات 10. إن القناعات قوة تتغلب على تأثير العقاقير على الجسم 11. وعلى الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن العقاقير تحقق الشفاء 12. فإن الدراسات الحديثة في مجال المناعة النفسية العصبية أخذت تثبت 13. ما كان موضع شكل القرون عديد وهو أن قناعاتنا حول المرض 14. وعلاجه تلعب دورا لا يستهان به 15. ربما يتفوق على الدور الذي يلعبه العلاج النفسي 15. إن كنا نريد توجيه حياتنا فإن علينا أن نتحكم في قناعاتنا بصورة واعية 16. واللي كي تفعل ذلك فعليا فعلينا أولا أن نفهم ما هي الفعلية لهذه القناعات 16. وكيفية تشكيلها 17. ثالثا كيف تغير أي جانب من جوانب حياتك 17. علم تكييف الارتباطات العصبية 18. إذا كنت أنا وأنت نريد تغيير سلوكنا فإن هناك طريقة فعالة وحدة لتحقيق ذلك 19. وهي أن نقرن بالسلوك القديم مشاعر فورية لا تحتمل من الألم 20. ومشاعر فورية لا تصدق من المتعة والسرور للسلوك الجديد 21. لنفكر في الأمر على هذا النحو لقد تعلمنا جميعا من خلال تجارب الحياة الموطة معينة من التفكير والسلوك 22. نتخلص عن طريقها من الألم ونكتسب المتعة 23. كلنا نقع تحت تأثير العواطف مثل الملل والأحباط والغضب 24. أو نشعر بالارتباك ونلجأ الاستراتيجيات معينة للتخلص من هذه المشاعر 25. والبعض يلجأ للتسوق والبعض الأخر يلجأ للطعام وغيرهما من المتعة الحياة 26. والبعض يلجأ لتعنيف أطفال وهم يدركون في الوعي أو اللاوعي 27. بأن السبيل العصبي سيخفف عنهم الألم ويؤدي بهم إلى مستوى من المتعة في اللحظة الرهنة 28. ولكن مهما كانت الاستراتيجية التي نتبعها فإذا كنت أنا وأنت نريد تغيير ذلك 29. فما علينا إلا أن ننفذ ست خطوات بسيطة تؤدي بالنتيجة إلى العصور 30. على طريق مباشر يمنحنا القوة للتخلص من الألم والمصول إلى المتعة 30. طرق تكون أكثر فعلية وأناقة وهذه هي الخطوات والطرق 31. قرر ما تريده بالفعل أو ما الذي يمنعك من التوصل إليه الآن 32. أحصل على دعم إربط الألم الشديد بعدم التغيير الآن والغبطة الشديدة لتجربة التغيير الآن 33. عطل الأنماط التي تحد من قدراتك 34. قانون تعزيز القوة 34. أي نمط من العواطف أو السلوك يتم تعزيزه باستمرار 35. يصبح عبارة عن استجابة أوتوماتيكية ومتكيفة فيه 36. وكل شيء نخفق في تعزيزه سيتبدأ في نهاية المطاف 36. ويمكن تعزيز سلوكنا أو سلوك غيرنا عن طريق التعزيز الإيجابي 37. أي أن نمنح مكافأة كل مرة نتوصل فيها إلى السلوك الذي نريده 37. وهذه المكافأة يمكنها أن تكون مديحة أو هدية أو حرية جديدة 37. وقد نستخدم التعزيز السلبي 38. وقد يكون هذا عبارة عن تقصيبة أو صراخا أو حتى عقوبة بدنية 38. ولكن الأمر الحاسم بالنسبة لنا هو أن نفهم بأن التعزيز ليس مثيلا للعقوبة أو المكافأة 39. بل هو استجابة لسلوك ما فور حدوثه 40. بينما العقوبة والمكافأة قد تحدثان بعد وقت طويل 40. ضع جدولا لتعزيزاتك كي يستمر التغيير 41. حين تبدأ في ممارسة سلوك أو نمط عاطفي جديد 42. فمن المهم لك أن تعسز هذا السلوك الجديد 42. لديك ولدها من تريد أن تتعمق هذه الأنماط لديه 43. وتحتاج في البداية في كل مرة تقوم فيها بهذا السلوك المرغوب فيه 44. مثل إزاحة طبقك دون إتمام كمية الطعام الموجودة فيه 44. تحتاج لأن تمنح نفسك ما يعبر عن الشكر والعرفة 44. أي تعزيزات من نوع تقدره وتستمتع به فعليا 45. ولكن إذا عززت هذا السلوك في كل مرة بعد ذلك فإن المكافأات لن تصبح فعالة أو موضع امتنين في نهاية المطرف 46. إذ إنما كان عبارة عن مكافأة فريدة وممتعة وفي نفس الوقت يصبح عمرا مألوفا ومطارقة 45. الأسئلة هي الأجواب 47. لقد تعلمت كيف تؤثر قناعتنا على قراراتنا وأفعالنا وطريقة توجيه حياتنا 48. وتؤثر بالتالي على مصائرنا غير أن كل هذه التأثيرات هي نتاج التفكير 49. أي الطريقة التي استخدمتها دماغنا لتقييم أمور حياتنا 49. وابتداء المعاني تزيلة هذه الحياة 50. ولذا ولكي نصل إلى الأساس الذي نبني عليه وقعنا كل يوم نحتاج للإجابة على السؤال التالي كيف نفكر في الوقع 51. أسئلتنا هي التي تحدد أفكارنا 52. إن الأسئلة النوعية تخلق حياة نوعية عليك أن تشعل هذه الفكرة في دماغك 53. لأنها مهمة شأن أي شيء آخر تتعلمه في هذا الكتاب 53. فمشاريع العمل تنجح حين يطرح أولئك المسؤولون عن اتخاذ القرارات التي تتحكم في مصير لك 54. الأسئلة السليمة عن الأسواق والاستراتيجيات أو خطوط الإنتاج والعلاقات تزدهر حين يطرح الناس الأسئلة المناسبة في الموقع التي تتواجد فيها نزاعات محتملة 55. حول كيفية مساندة بعضهم البعض 56. بدلا من أن يمزقوا بعضهم البعض 56. والسياسيين يفوزون في الانتخابات حين يطرحون بصورة صريحة أو ضمنية الأسئلة التي تتوفر إجابات فيها الفائدة لهم ولمجتمعتهم 57. فالأسئلة هي التي تقرر كل ما تفعله في حياتك 58. من قدراتك إلى علاقاتك إلى دخلك المالي 59. فالكثيرون مثلا يخفقون في الالتزام بإنسان أو إنسانة لأنهم يطرحون باستمرار أسئلة تخلق الشك 59. ما زلو وجدت شخصا أفضل 60. ما زلو ألزنت نفسي الآن ثم تبين لي إنني أخطأت 60. مثل هذه الأسئلة هي أسئلة تسلبك القوة بشكل مريع 61. الأسئلة التي تنحك القوة في الصباح 62. ما هو مصدر ساعدتي في الحياة حاليا 63. ما الذي يجعلني سعيدا وكيف يمكن لهذا أن يجعلني أشهر 63. ما الذي يسيرني في حياتي حاليا 63. ما الذي يسيرني كيف لهذا أن يجعلني أشهر 64. ما الذي يبعث لدي الشهور بالإمتنان في حياتي حاليا 65. ماذا يشهرني بالإمتنان وكيف يمكن لهذا أن يجعلني أشهر 64. بماذا ألتزم في حياتي حاليا 65. ما الذي يجعلني ملتزما كيف يمكن لهذا أن يجعلني أشهر 65. كانت هذه مقتطفات مهمة من كتاب آيكوس كواك الخفية للمؤلف أنتوني روبينز هذا الكتاب الرائع الذي ننصحك بأن تستفيد من كل المعلومات المهمة التي وردت فيه